هذا وعززت السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب عملها مع سلطة تنفيذية من أجل الوصول إلى توافقات حول معظم المشاريع والقوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطن هذه التوافقات خرجت بتعديلات واصلحات طرأت على قانون التقاعد الذي يهدف إلى تحسين الوضع المالي للصناديق التقاعدية في كل مقام تلتقي حول طاولته السلطتان التشريعية والتنفيذية تبقى مصلحة المواطن في قمة أولوياتها فالملفات التي تندرج على قائمة أجندة السلطتين تأخذ حيزا كبيرا من النقاشات وإبداء الرأي للوصول إلى توافقات من شأنها أن تصب في صالح المواطن فخلال الفصل التشريع الخامس تمت الموافقة على المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم 6 إلى الفقر جيم من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل حيث يهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال التجارية بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي جراء أزمة كورونا هذا وقد وافقت السلطة التشريعية أيضا على ثلاثة تقارير شملت المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد من القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية حيث يهدف المرسوم بقانون لتحسين الوضع المالي للصناديق التقاعدية ومواجهة العجز الاكتواري بحزمة من الإصلاحات والإجراءات والتدابير العاجلة من خلال ضبط مصاريف الصناديق وخلق توازن بين الإيرادات والمصاريف التأمينية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم كما وافقت السلطة التشريعية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكفآت التقاعد لمواطفي الحكومة والمرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2021 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمرافق للمرسوم رقم 5 لسنة 2021 إن التواصل المستمر بين السلطتين يترجم المسئولية المشتركة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين والعمل المستمر للتوصل إلى إصلاحات قانونية للسناديق التقاعدية والتأمينية تضمن حقوق المتقاعدين والأجيال القادمة شهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين